السلام عليكم أصدقائي قبل قليل نشرت فيديو قصير دقيقة واحدة حول موضوع سبب قدمت فيه رأيا حول سبب تقدم الغرب وتخلف الشرق أو تخلف الدول العالم أو شعوب العالم الأخرى بناء على هذا الفيديو القصير تلقيت رداً موسعاً من صديق هو الأستاذ سامي إبراهيم علي فأولاً أود أن أطلعكم على هذا الفيديو الذي نشرته القصير وبعد ذلك سأستعرض رد هذا الأخ وأحاول أن أرد عليه بشكل واضح فكونوا معي ليش انطنقت الحضارة الحديثة من الغرب والغربين فقط أكثر من غيرهم وهذا سؤال مهم لازم أن نعرف الجواب مالتي الجواب ببساطة وهذا الجواب أعتقد يجب أن نبني عليه كثير من الأحكام ونبني عليه رؤية دقيقة لما يحدث وهو الجواب أنه الغرب كان الوحيد الذي تحرر من سيطرة الدين على الدولة والشعب فصل الكنيسة عن الدولة وأطلق العنال بالتالي لحرية العقل والابداء في كل صنف والون ضمن أيضا هذه الحرية وضع القوانين والحقوق الملزمة لتمنع تدخل الدين في الدولة وتشوف الأمريكية مثلا من قرن الثامن عشر نهايته يعني من 1780 تقريبا بعد الثورة الأمريكية قالوا أكوناك جدار بين الدين والسياسة وانتهى الموضوع وهذا سؤال مهم لازم أن نعرف الجواب مالتي الجواب ببساطة وهذا الجواب أعتقد يجب أن نبني عليه كثير من الأحكام ونبني عليه رؤية دقيقة لما يحدث وهو أولا أقرأ لكم ما قاله الصديق أو الأخ إبراهيم علي سامي إبراهيم علي قال أن أولا تقدم الغرب مبالغ فيه كثيرا وكما سيبين لاحقا وثانيا أن الكنيسة بقيادة الفاتيكان هي من قامت بالنهضة العلمية في أوروبا وليس من يسميهم الملاحدة أو العلمانيين فهذا تسمي طبعا أدوانية لا بأس بعد ذلك نناقشة والدليل يقول على ما أقول أن الكثير من علماء النهضة كانوا من رجال الدين أما من لم يكن منهم علمانيا أو ملحدا أنما كان مسيحيا ثم يذكر شواهد وأسماء كثيرة وبعد ذلك يقول معظم علماء الفيزياء هم لم يكنوا ملحدين أو علمانيين مؤسس ألم الجينيتيكس الجينيتيكس الحديث جورج مندل نرجل دين نمساوي الملهم يقول أن تقدم الغرب مبالغ فيه وفيه الكثير من الكذب لأن معظم الأمراض لم يتمكن علمائه من شفاء الناس منها أما كل منتجاته من الحاسوب مرورا بالهاتف المسمى كذبا بالذكي لأن أبسط مخلوق أذكى منه كما أن الإنسان لم تحل مشاكلها عبر السيارة والطيارة والباخرة والغواصة والمشاكل الإنسان الصحية والإقتصادية وحتى العلمية ما زالت موجودة بل أنها أزادت من تلوث البيئة والبحار وتسببت في ازدياد مرض السرطان كما أنها لم تزد الأغنياء في الغرب إلا غنا على حساب الفقراء في غالبية الدول وهي ما الدول التي يسميها الغربيون بالعالم الثالث ولم تتمكن من نشر العلم بين الناس أو لم تمكن أو ظهور كشافات علمية جديدة أنما ساعدت على نشر الرذيلة المعروضة في أفلام هولويود بين الأمم طبعا الصديق والأخ واضح أنه لديه انتماء آديولوجي وعقائدي ويحاول الدفاع عن هذا الانتماء بالضرورة هو لابد أن يجد حجة لأنه المبدأ الأساسي أنه عندما تكون لديك كراهية لشيء ما فبالتأكيد تجد ما ستنتقده عليه هذه المسألة محسومة أو أي إنسان بسيط أو معقد يعني ذهن معقد أو مركب يعرف هذه الحقيقة عندما نقول اكره وحد شيء وحب وحد شيء يعني اكره الآخر أو اكره شيء وتحدث عنه ثم حاول لو كنت تهوى شيئا وتجد ما ستتحدث لصالحه يعني مسألة ليست بالتعقيد الكبير المهم هو ينطلق من منطلق عدواني منطلق حجاجي منطلق يعتبر أن ما عليه هو صحيح وكل ما عداه هو الباطل وأن وجد شيء ما جيدا في الجهة الأخرى أو في أي شيء مختلف عنه بالضرورة هو ليس بشيء الحسن إنما فيه علة حتى لو كان سليما مئة بالمئة فبالتالي هو شيء سيء وهذا التفكير أنا هو يطيني نمولج يعني أنا أعتبر هذا نمولج على أنه على شيء خاص بجوهر الإنسان جوهر الإنسان يقوم على مبدأ أنني أنا وليذهب الآخرون إلى الجحيم يعني هذا المبدأ أنه الإنسان يجب أن يحتفي بنفسه يحتفي بموقفه يحتفي بأفكاره أن يحاول الدفاع عنها قدر المستطاع وهذا منطق سليم في الأصور القديمة وكان هذا المنطق لابد أن يتواجد لأنه اكتذا لم تدافع عن نفسك وعن موقفك وعن أفكارك تجاه أفكار الآخرين وتصرفات الآخرين وتحاول أن تنتقدها أو تفندها بطريقة أو بأخرى أو أي شيء لديهم مهم لابد أن تكون لديك موقف خاص بك لماذا؟ لأن الإنسان كان مجاميع بشرية متفرقة فكل مجموعة تحاول أن تحافظ على ما لديها وليس الموضوع المحافظة لا يتعلق بالعقل ولا بالمنطق إنما يتعلق بحاجة الناس ومستلزمات إدارة شؤونهم وأيضاً حمايتهم من الآخرين مسألة لها علاقة بالأمان وتأمين المواقع التي تكتسبها والأشياء التي هي لديك بالتالي الآخرون دائماً هم عامل تهديد وأيضاً بالداخل الداخل أنت عندما تكون مهيمن أو صاحب مبدأ أو فكرة معينة أو تقليد معين أو عرف معين داخل الجماعة أو دين معين أو إيمان معين أو عبادة لإله معين دائماً لكل الأفراد الجماعة البشرية أو القطاع البشري المحدد في زمان ومكان محدد هؤلاء يحاولون الحفاظ على ما لديهم بأقصاقه وأشبه بالسفينة التي يرفض الجميع فوراً أي محاولة لزحزحة أو لتغيير شيء ما داخل السفينة ربما تؤدي إلى غرق الجميع بهذا السبب الإنسان تطبع على فكرة الحجاج ورفض أي شيء مختلف عن ما هو تعود عليه أي سفينة أخرى غير هاي سفينة أو أي جماعة أخرى غير جماعتنا هي بالضرورة جماعة معادية وهذا كلام صحيح ليس يعني أنا أنفيه أو أنفيه لا هو بالضرورة أنت أي جهة أخرى وليها مكون آخر وليها سيستم آخر بالضرورة حتى لو كان هناك نوع من التشابه يعني ممكن تكون هاي سفينة أو هاي الجماعة هي مكونة من أفرادهما أيضاً بشر وتلك السفينة أيضاً سفينة ربما تصميمها مختلف ربما لونها يختلف هذا اللونها بيضة وهذا اللونها أسود أو أصفر هذا اللونها يعني فبالتالب لكن جوهر الموضوع هناك نوع من التوافق أو التشابه بين الحالتين فكما قلت في الحلقة قبل الأخيرة أو في لقاء مع الصديق شعيب قلت بأن العنف لا يتوجه نحو الحيوانات أو الكائنات الأخرى أو الطبيعة إنما دائماً العنف يدور بين الجماعات لأن كل جماعة تخلق عالمها الخاص وقطعها الخاص وكاريخها الخاص وثقافتها الخاصة ليس لأنها تريد أن تخلق ثقافة خاصة لأنها توجد في ظرف مختلف وحاجات مختلفة وعلى نمط من العلاقات مختلفة فبالتالي لا بد أن يحدث هذا التنوع والاختلاف المشكلة بالبشر أنهم لا يستطيعون تقبل هذا الاختلاف ولا يستطيعون الاستمرار بدون ترسيخ هذا الاختلاف وتعميق جذورة وأيضاً رفض كل محاولة لهز أركانة أو خلخلة جذورة في الوعي والذاكرة الإنسانية اللاوعي الجمعي لجماعة نفسها طبعاً هذا لا يمنع أنه عندما ترى السفينة الأخرى أو الجماعة الأخرى لديهم شيء جيد لا يمنع أنها تأخذ منهم ما لديهم لكنك تحاول المحافظة على سفينتك من الغرق ومن أي محاولة لاختراقها أو انتهاك شيء أساسي من أشياءها أو من عاداتها أو ملامحها الأساسية الصديق هنا في هذا التعليق هو التعليق أعتبره نموذجي نموذجي لكثير من الحالات لأنه هذا الموقف الأدواني وهو موقف أدواني لا أن أنكره ولا أتقف ضده بالمناسبة إنما هذا موقف الطبيعي هذا موقف إنسان الطبيعي الذي يعتبر أنه هو جزء من الجماعة وعليه الدفاع عنها في كل حال من الحوال فهو متلبس في هذه الوظيفة هو يعتبر نفسه حارس لهذا الأمر مثل مثل أي فرد من أفراد الجماعة الذين عادة ما يؤدون الطقوسة المشتركة مثلاً يذهبون إلى صلاة الجمعة مثلاً بالأد المسلمين أو يذهبون كل أحد إلى كنيسة هناك نوع من الرابطة بينهم جميعاً وهذا كل واحد يحرص على أن يكون عضواً نافعاً داخل هذه السفينة أو هذا القطيع فبالتالي هو يشعر بهذه المسؤولية وهو يجاوب بهذا الطريق فواجبه بالتالي ليس أن يكون منطقياً أو عقلانياً أو حقانياً أو مطالباً أو باحثاً عن الحقيقة لا هو باحثاً عن الاستقرار وعن عدم تحت أي فرصة لهذه أركان الجماعة أو خرق هذه السفينة أو التشتيت أو أواصر القطيع شذراً مذراً فبالتالي ليس الهدف هو العقل وليس بالحقيقة الدين بأكمله لا يبحث عن حقيقة ولا يبحث عن السبب وجود البشر ولا ما الذي أنشأهم والذي خلقهم إنما هو يبحث عن وحدة الجماعة والقطيع على حسابه كل شيء آخر وحتى ممكن أن يغير حتى الإله وكما هذا حصل حتى بالإسلام المبكر حصل أن الإله تغيرت صفاته وأشكاله ومذاهب أيضاً تغيرت أشكاله وصفاته لماذا؟ لأن الهدف هو أن تكون هناك سفينة متماسكة أكثر من غيرها بالتالي عندما يقول أن الغرب تقدم مبالغ فيه كثيراً أولاً هو مسألة التقدم ما هي هو لا يفكر بهذه المسألة هو يفكر بس بأن ينافز الآخر فعندما يقول تقدم الغرب أولاً ما هو الغرب وما هو التقدم لماذا هناك غرب ومن أنت الذي تتحدث يعني أنت عليك أن تحدد هويتك عندما تقول الغرب تقدمه من تكونه؟ سيقول لك أنا مسلم أو أنا أنت مي إلى الجماعة الإسلامية أي جماعة إسلامية هناك عشرات الأنواع هناك السلفي والسلفين أيضاً عشرات الأنواع هناك الوهابي أيضاً ضمن السلفية جناح من جناح أيضاً هناك الإخوان وهم أيضاً محسوبين جزء كبير منهم على السلفية أيضاً هناك جماعة الأزهر الشافعية أيضاً هناك الشيعة والشيعة أيضاً أصناف وأشكال إسماعيلية وغيرها وهناك عقول يعني كل واحد العقل الشيئي يختلف عن العقل السلفي والسلفي يختلف عن العقل الشافعي وهكذا فهو عندما يتحدث عن الآخرية يتحدث عن بالتالي عن هوية هلامية اسمها الجماعة الإسلامية وبعد ذلك عندما تناقشه عن الإسلام يقول لك الإسلام هو كذا وليس كذا فبالتالي هذه أيضاً هناك هو يتحدث عن باسم سفينة لم توجد بعد أو موجودة لكن لم تحدد يمتم تحديد هويتها أولاً كلمة تقدم لها علاقة بالزمن أن هناك شيء إنسان يتقدم ومن خطوة إلى خطوة أخرى أو من مرحلة إلى مرحلة أخرى فهل هذا هل هناك تقدم في الدين هو عندما يقول أننا نحن المسلمون وأنا المؤمن ويبدأ بكلمة باسم الله الرحمن الرحيم فهل هذا يعني أنه له علاقة بالزمن؟ لا ما لا علاقة فكرة التقدم بأكملها فكرة حديثة موجودة هو هؤلاء العلماء الذين يتحدث باسمهم هما أصلاً كانوا يعملون ضمن أفق فكرة التقدم وفكرة الحداثة والتحديث كلمة التحديث مهمة جداً وهذا المصطلح لم ينتشر لدينا والي أسباب كثيرة المفهوم التحديث هو المفهوم الحقيقي الذي يجب أن يكون عاملاً أساسياً بيننا الحداثة لم تنجح بأن نوطد أساسها في مجتمعاتنا بسبب هذا الحديث هذا الحساس بوجود سفينة وهمية متماسكة وعليها أن تبقى دائماً وعلينا أنه حارب دائماً من أجل هذه السفينة لكن هذه السفينة غير موجودة أصلاً هناك سفن فرأيه كل واحد يعتقد أن السفينة التي هو عليه هي السفينة الناجية وأنه نعلك 37 فرقة هو هذا الحديث الذي يعتبرونه يعني الكلام الفيصل هذا كلام غير صحيح ووهمي واستيهامي ويخلق صورة داخل الذهن الصورة قطائية غامضة غير مفهومة هذا أيضاً تستدعي بعد ذلك أن يكون كل شيء داخل هذا المؤتقد غامضاً وغير مفهومة تقول له ما هو الإسلام لا يعرف تقول له ما هو الدين اسأل أي واحد بالشارع قل له ما هو تعريف الدين لا يعرف تسأل أي واحد ما هو الوحي قل لك ها أي واحد قل له ما هو القرآن ما يعرف فبالتالي ما هو الإسلام لا يعرف أي إنسان قل له من هو حتى طلعوا مرة أحياناً بال يعني بال بعض البرامج المنوعات سئلوا الناس في الشارع من هو ما هو اسم والد محمد لا يعرفون اين تقع مكة لا يعرف بعضهم يظنها في غرب مصر مثلا او شمال مصر او جنوب مصر تسألها اين سوريا الاراق بعض الاراقيات تسألها تقولها اين سوريا تقع هل هي تقع شمال سوريا الاراق هو اصلا فكرة موقعة الاشياء لا يعرفها فبالتالي تخيل هذا على المستوى البسيط السطحي لا يعرف هذه الامور انسان العادي فكيف بالذين يدعونا يعني هذا يعني معنى يعني الارضية الثقافية للمتدين هي ارضية ضحلة جدا ومواطئة جدا لم يستطع كل هذا الفقهاء والعلماء والدين وما لذلك ان يرتقوا بهذه الارضية لكي تصل الى مستوى عام مقبول فبقي الناس سذج بقي هذا الفصل بينه الطبقة العامة او عموم الناس او الدهماء بالتعبير الديني طبقة اه يعني وضيعة والهدف واضح لانه ان الفكرة العلاقة ليس بالسلوك الادواني لرجال الدين او انما هناك نوع من الطبقية داخل اسس الدين نفسها ليس لانه اسس الدين تكونت على اساس ان هناك اتباع وهناك اه رجال الدين هذا اللي تكون سيحاججن بعض بان الآية الفلانية كذا والحديث الفلانية كذا هذا موضوع اخر هذا كلام نظري انا اتحدث عن الواقع الذي افرزه الف وخمسمائة عام اه من الاحداث ومن الممالك ومن الصراعات اما يحدثي اني واحد عن قال كذا وقذا يقذب به في بحر النصوصة التي الغامضة البلاغية التي لا نعرف كيف نخرج من معمعتها ومتاهتها اه هذا شخص يعني لا لا ينفع ولا يدفع انما كله ضرر في ضرر لانه ما زال يعيش في منطقة اللغة التي اه لا لا واقع يعني خارج الواقع وخارج الاحداث وخارج خارج فكرة التقدم خارج فكرة التراكم ايضا وبالتالي هذا كلام لا ينفع على كل حال حتى لا اتوسع بالموضوع فكرة انه هناك هذا التقدم الغرب مبالغ فيه اينا مبالغ به يعني اه يعني الان مثلا الذي نحن فيه هل ليس فيه اي مبالغة بالنسبة الى انه هذا التطور الكبير الهاء الذي وصع اه الذي حصل فيه المجتمعات الانسان الذي كان يموت في سنة خمسة وعشرين الان اه معظم البشرية اه يموت الانسان اه في امر السبعين احنا عدنا في هولندا خمسة وثمانين سنة معدل الوفاة اه تخيل هذا الرقم يعني عدنا الناس ونساء عمرهم سبعين سنة انشط من الامرأة عمرها ثلاثين سنة في زمن اه قبل مئة عام فهذا يقول هذا التقدم مبالغ فيه فما عارف ما معنى كلمة مبالغ فيه ماذا يقصد المهم هو قد سيبين لاحقا كيف مبالغ اولا قالا اه في الفقرة الثانية قالا بان الكنيسة هي بقيادة الفاتيكان هي من قامت بالنهضة العلمية في اوروبا بالحقيقة هذا كلام غير صحيح على الاطلاق ولا علاقة بالعكس هي الكنيسة بقيادة فاتيكان هي التي اغلقت اغلقت اي باب لنشر العلم والظهور العلماء في ايطاليا خاصة يعني فاتيكان كانت مسيطرة على ايطاليا وحاربت مارتن لوثر والكالفينية وما ذلك وماتوا بسببها عشرات مئات ربع سكان اوروبا او تلت سكان اوروبا ونصف تقريبا سكان المانيا فبالتالي هذا كلام غير صحيح انه من قامت بالنهضة العلمية في اوروبا ليس الفاتيكان هذا كلام انا لم اسمع به في حياتي النهضة العلمية في اوروبا بدأ فيها غاليليو خاصة وهو ايطالي وكان من اصدقاء البابا الفاتيكان في زمنه وعقب وحكمه لانه اه 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 وضع الاسس المنهج العلمي الفيزيائي وما ذلك وكان العلم الحقيقي مناهج العلمية الحقيقية الفيزياء خاصة وكل ما يتعلق بهذه الامور هو اه اعتمدت على اه غاليليو وغاليليو بعد ذلك امروا اه حاكموه ووضعوا اه وضعوه تحت الاقامة الجبرية ومنذ تلك اللحظة لم اه وظلت ايطاليا بعد ذلك مئتي عام ثلاثمائة عام اه اه لا تنتج علماء مفكرين اه اه عباقرة بمستوى غاليليو وهذا مسألة معروفة يعني عندما تدققون او لا بالعكس غير معروفة عندما تدققون ان الكنيسة بالعكس وضعت يدها واغلقت باب النهضة العلمية في ايطاليا تحديدا ودمرت هذا المشروع با اه بوضع اه غاليليو في الاقامة الجبرية وبالحقيقة هي وضعت العلم وكل فرصة لتطور العلم والعلماء والعلوم اه وعموم اه يعني منع التطور النهضة التي ظهرت في اه روما في ذلك الزمان واغلقت الباب نهائيا الفرصة الوحيدة كانت ماذا اين حدث عندما تلقفوا اه افكار اه افكار غاليليو وانتشرت في اه دول العالم الغربي اه من هولندا وفرنسا نوعا ما وايضا اه المانيا اه انجلترا هناك اه استمرت النهضة العلمية النهضة العلمية في التي ظهرت في روما في كنيسة كاثوريكية هي نهضة اصلا نهضت بسبب اه اه يعني اه اغلقت ودمرت وسحقت تماما كما فعل المسلمون في القرن الخامس الهجري والسادس الهجري عندما اغلقوا باب الحضارة العباسية التي قامت في بغداد واستمرت نوعا ما في بعض الحواضر العربية في اه مثل دمشق والقاهرة والقيروان في ذلك الزمان وايضا في اه المغرب اغلقت تماما فعلت ما فعلته الكنيسة الكاثوريكية التي يزعم انها هي التي قامت في النهضة العلمية في اوروبا هي هذه نفسه التي اتدمرت النهضة العلمية لكنها غير مشهورة فهو بس هو ما يهمه وما يتم الحقاق هو يهمه يدافع لانه المقدم القتل انه ليست الحقيقة يحمه هو عندما تقول له الان هذا عندما اثبت له ان هذا خطأ الفكرة يروح يفهد عن فرصة اخرى يعني لا جدوى من رد عليه وتفنيد هذه الفكرة لانه هدفه ليس ان يتبنى هذه الفكرة هدفه ان يدافع عن عرينه عن جماعته عن حضيرته الدينية التي هو عليها فبالتالي ادى ما يأجز عن وجود ادى ما يجد انه اخطأ في هذا الاتجاه سيجد له منفذ اخرى لان الفكرة هي ليست الحقيقة فبالتالي مجادلة هذا هذا النمط من الناس لا لا يمكن ان تتم عن طريق الحجج يعني انت اذا ما اقول لك كذا انت تقول كذا وعندما افنت حجتك تذهب لتبحث عن حجة اخرى لا انا انا اتحدث اذا تريدني ان احاجك احاجك بالاسس التي تفكر فيها بالمنهج الذي تفكر فيه وليس بالظواهر والحجج وهذه المماحكات السمجة التي يشوف كثير منها في قنوات اليوتيوب وعبر تاريخ محاجزات بين فلان قال كذا وهذا يناظر المسيح وهذا يناظر السني وهذا الشيع يناظر تيك توك عقلاني لكن هو مزيف لا قيمة له في النهاية ولا ما الذي يبقى من هذه المحاجزات كلها بالعكس ادت الى التشويه العقول والتشويه النفوس وتقسيم الناس الى مؤيدين ومعارضين وموضوع سياسي في النهاية سياسي سخيف وليس فكري عقلاني يطور عقل الانسان ويجعله يتقدم ويكتشف ويفكك افكاره ويعرف الاسس التي ينطرق منها بالتفكير وهي التي من خلالها يتم تشكيل اي فكرة واي معلومة واي معرفة ناخذ فاصل وبعد ذلك اتحدث لكم عن حقيقة النظر العلمية التي ظهرت في ايطاليا اكونوا معي طبعا الحديث عن النهضة العلمية في الغرب بداية النهضة العلمية في الغرب هذا موضوع شيخ جدا احب ان اتوسع به قليلا هذا الموضوع قليل يخطر على بالناس وهو ان ربطه بالربط النهضة العلمية التي بدأت في ايطاليا وحوله بتأثير بدو يعني بتأثير من كنيسة الكاثولوكية في روما والفاتيكان هذا لابد ان نلقى عليه الضغط لانه علاقة بتغيق الى علاقة وطيطة جدا بكل ما نحن فيه الان علاقة خطيرة وكبيرة جدا السبب في هذه المسألة هم الدولة الاثمانية وبالتالي الاسلام يعني ظهور الاسلام هو كان الى علاقة غير مباشرة بظهور النهضة العلمية التي نحن فيها حاليا الضغط الاسلامي ظهور النبي الرسول في مكة حسب الرواية الموجودة بعد ذلك انتقاله لا يترب ومن يترب ظهرت دمشق كعاصمة الدولة الموية بعد ذلك العباسية العباسين اتوا وترجموا الكتب الروما اليونانية الفلسفة اليونانية وتراثها بعد ذلك انتقلت قبلها كانت قبل المحمد كانت اسكندرية موجودة هي حاضرة من حواضر الفلسفة اليونانية وقضت عليها المسيحية المبكرة في ذلك الزمان وهذا كلها عملية بعد ذلك نوصل الى العثمانين عندما اسقطوا القسطنطينية هذه اللحظة القسطنطين كانت معارضة او كانت تخوص صراع كبير جدا مع الفاتيكان واحيانا تحالفوا مع المسلمين ضد الكاتوليك وهكذا حتى بيام هارو رشيد كان هناك تحالف بينه وبين شارليمان ملك الفرنجة في ذلك الزمان ضد القسطنطينية فتخيلوا ان الصراعات مسألة ليست دينية كمان التصور الان انما البعض يعني يتحفز لمساندة شيعة مجرد لانه جندي من الجنود تابع من التابعين ويحاول ان يجد له مكانا بينهم الحقيقة هي لا علاقة لا بالوقع ولا بالايمان انت تؤمن بما ينفعك او بالنمط الذي تعيش فيه او البيئة التي انت فيها فتحاول ان تثبت ولائك وطاعتك اللي كي تحصد ما تحصد من خلال هذا هذا الموقف الحقيقة اللي صارت شنوه انه انه مجموعة الباحثين الروم هذا ما ترون الان ممكن نروع على وكيبيديه ماذا نجد نجد ان الباحثين الروم طبعا انا كنت ناوي اتحدث مباشرة بدون ان نرجع على مرجعية لكن هذا افضل لان بعضي يلومني ويقول انت لازم تقدم مرجع لكل شيء تقوله انا ما عندي هذا الواحس لان انا اتحدث مباشرة وادكر اشياء ومن يريد ان يتأكد يتأكد بنفسي غالبا وان لا اضيع وقت يعني بس ان كل كلمة لازم اطلع المرجع مالها واطلع المصدر مالها الحمد لله الان انترنت موجود اي واحد ادى شك بمعلومة اقولها ممكن يعني سوي هيك ويعرف الشيء لريده هاي الطريقة القديمة الكلاسيكية في البحث والتأكيد وانه اضع المصادر وما الى ذلك انت كانت قديمة سابقة انت تجد مصدر تقرأه فمن الصعب ان تذهب الى المكتبة العامة او تبحث عن كتاب الفلاني فهو يبطيك هذا حتى يبطيك الدليل والطريقة التي تجد بها ما تشاء الان بعد هذا حتى العقل الكتروني الاب الجديد على الجي تي بي اه مجالة تسأل الجي تي بي الجات شات ويقول له يطيك اللي تريده تريده اكثر اكثر وما تريد طبعا الفكرة اوين انه هذا العلمية في ايطاليا هناك سقطت كسطنطينية الناس الذين كانوا في ذلك الزمان في ذلك المسيحيين والمفكرين والمثقفين كبار المثقفين كلهم هربوا الى الروما الى اين يذهبون لا توجد حاضرة اخرى غير روما لم توجد لا لا توجد فرصة اخرى استقبلهم الكاثوريك وتحولوا هناك واندمجوا لانه يعني تمثل الشيعة وسقطت دولة الشيعة سقطت ونرحون المفكرين الشيعة وانتهت انتهت نهائيا فماذا يفعل يذهب الى القاهرة مثلا ومثل جمال الدين الافقاني مثلا نفس الحال ولو هو يعني غطى على الموضوع هم هذول ايضا غطوا على الموضوع اخذوا معهم التراث اليوراني الذي كان لديه كانت اوروبا لا لا تمتلك هذا التراث ولا هذه النصوص القديمة لارسته والتراث اليوناني بيأكمل الفرسة اليونانية من القرون يعني القرون الخمسة قبل الميلاد وهذه كانت نصوص كثير من نصوص موجوداتهم كانوا يستعينون بابن رشد الذي ترجم اه او شرح ارسته في الاندلس واخده وصاعد ظهر بعد ذلك تيار رشدي والذي رد عليه تومالكويني وتيار رشدي الذي زمج العقل بالدين وقال انه لا يعني دحض التعارض بين العقل والدين فبالتالي اجوا دولي قدموا النصوص التراث اليوناني وانتشر داخل الحاضرة الرومانية الكاثوليكية طبعا لا بد اشير كما تقول هذا النص يقول ان الهجرة حدثت مرتين عندما بالحملة الصليبية الرابعة نهبت القسطنطينية سنة 1224 طبعا بسبب حملة شنها البابة حملة صليبية ليست ضد المسلمين فقط انما ايضا ضد القسطنطينية باعتباره منافسين لهم الارضوكس وهذه الحملة هي نهبت وهؤلاء هاجروا مجموعة من باحثين بيزنطيين الى روما وبعد ذلك الحملة الثانية بعد سقوط القسطنطين على يد محمد الفاتح سنة 1453 فكان هاي العام الاساسي في احياء الدراسات اليونانية والرومانية في وضع اسس النهضة الانسانية والالمية في الغرب والتي نحن الان نعيش اثارها ونتنعم بمنجزاتها ايضا وندفع ثمن منجزاتها بالوقت نسى كما اشار هذا الاخ بالتعليق طبعا لا يوجد شيء مطلق يعني مئة بالمئة الاسلام ايضا فيها اثاره سيئة جدا واثاره الايجابية وهي الايجابية موازنة بين الايجابية السلبيات نجد ان السلبيات هي اكثر بكثير من الايجابيات وهذا يثبت التاريخ يعني ليست دعاء ممكن اي واحد يقدم جرد بالايجابيات والسلبيات بطريقة محايدة وموضوعية ويجد ما يجد كان الدول الرئيسي لهؤلاء ماذا هنا المسألة التي يجب ان نفط لهذا تماما وجيدا وهي ان هؤلاء نشروا التراث اليوناني السقراط وفلاطون وتراثم خاصة وايضا فلاسفة قبل السقراط وهؤلاء كلهم انتشروا وانتشروا تعليم اللغة اليونانية هنا بدأت بدأت تأسيس الحضارة الغربية الحديثة هنا بعدما تمكن هذا الشيء الذي حدثه هو نفسه حصل في بغداد كيف حتنسوا مقارنة وربط بين الاشياء عندي فكرة خاصة بيه انه الذي حدثه عندما فتحت فتحت المسلمون او الغزات من يثرب بلدان المشق القديم واحتلوا البلدان يعني من باكستان وافغانستان الى حدود الاندلس وفرنسا هذا المنطقة كلها اين ذهب الناس الذين كانوا المثقفون الكبار الذين كانوا تواجدون في ذلك المكان في ذلك الزمان كان المراكز الحواضر الاساسية في الاسكندرية والاسكندرية كلهم مسيحيين تقريباً لانه اسقطوا لانه تم القضاء على كل تراث يوناني وروماني في تلك المدينة بعد سحي الهيباتية من قبل المتعاصبين المسيحيين دمر اي اثر واغلقت مدارس الابيقورية ومدارس الفلسفية في اثينا وروما وانتهى هذا الامر وخلأ الجو تماماً للمسيحية بشكل كامل هذا وقضي على اي فرصة لأي دين اخر يسمى وثني في ذلك الزمان اي دين على الاطلاق لم يبقى اثر لأي دين ودم هناك مجازر لا اولاها ولا اخر بحيث خلية تم اخلاء اوروبا تقريباً مع قادم القرون من اي اثر لأي دين اخر غير الدين المسيحي ويقول لك دين محبة يعني بالاخير هو دين محبة وعندما تقول لها لا يعني كل هاي اشياء لا تمثل دين صحيح يعني كل هذا لا تمثل يعني لا يمت تمثل يعني بعد مليون سنة معروف لماذا؟ لانه هو ينطلق من نبدأ انه هاي السفينة مالتنا لا اسمح لحد ان يحاول التحرش بها القضية ليست بالحقيقة ولا بالمنطق انما بالانتماء القطيعي فعلا منت من هذا القطيع خلاص لا تتعبني اخلق لك مليون حجة او اخلق لنفس مليون حجة حتى احافظ على مكانتي داخل هذا القطيع وأصدق ما انا فيه وأصدق اي فكرة اقولها لانني لا اتحدث باسمي انما تحدث باسم الجماعة القطيعية التي انتمي اليها بالتالي المسألة تتعلق بالمنابزة يعني تقدم الصفوف ودحض الاعداء والخصوم هذه المقارنة ماذا اقصد بها المقارنة بين السقوط القسطنطينية وسقوط الحواضر العربية المسلمة في الحواضر في زمن في التوحات الإسلامية بقرن السابع الميلادي في القرن السابع ماذا حدث غزت القبائل العربية هذه المنطقة لأسباب كثيرة لا نعرفها لانه كانت سبب الحروب الكثيرة بين الدولة الساسانية والرومانية والبيزنطينية في ذلك الزمان انهك الجيشان وانهكت هذه الشعوب واشتاحت الوباء ايضا تلك البلدان ففرغت الساحة وتقدمت هذه الشعوب التي تواجدها في الجزيرة العربية و سنحت لهذه الفرصة وخلقوا اساطير كثيرة معارك بربع مليون واحد جيشين ربع مليون ومقابل عشرة الاف جندي فازوا وهزموا الربع مليون وكلام يعني مش ممكنة بالنتيجة النهائية سقطت هذه البلدان وانتهى الموضوع كما يقول صديقي دكتور شريف يونس يقول انه ما كان في مشكلة الشعوب كانت تتقبل اي شخص يجي مجرد يروح حاكم يجي حاكم وياخذ الخراج يعني هي مسألة ما لها علاقة بالاديان والمبادئ والشعوب والحدود لا وهذا اكو حاكم سلطة حاكمة تيجي سلطة اخرى تنابزها وتستولي على حصصها من الخراج والضرائب التي ياخذوها من المواطني يقول لك أنا اليوم ادفع لي زياد وبكرة ادفع لي عبيد ما عندي مشكلة يعني ذا عبيدي اقل هذا بالنسبة لي يعني الحمد لله اللي عدد هو هذا انه بالتالي المفكرين موجودين بذاك من مناطق مثل الرهة نصيبين الحران جنتيه السابور ايضا مناطق اخرى كان بها عدد مفكرين كبار والعلماء وبدمشق ايضا وفي بيت المقدس او ايليا كما تسمى في ذلك الزمان بعد ان اسقطوها الرومان منعوا تسميتها ارشريم وطردوا اليهود هؤلاء اين يذهب هنا السؤال هؤلاء هم الذين صنعوا ما يسمى الحضارة العربية الاسلامية هؤلاء هم مثل ما صنع الذين نزحوا من القسطنطينية الى روما هؤلاء الذين صنعوا روما المعاصرة نصنعوا الحضارة الغربية التي نحن فيها الان وصنعوا النهضة والتي اتلتها بعد ذلك الصور التنوير وعصر الحداثة بشكل عام والحضارة الغربية التي نعرفها حاليا هذا نفس الحضارة تأسست في بغداد بعد سقوط الشعوب القديمة او الممالك القديمة فمثل ما لم يجد المفكر القسطنطينية مكانا سوى روما للجوء اليها لم يجد هؤلاء مكانا يرجعون اليه الا مدينة بغداد مثلا لي كانت حاضرة الخلافة وعاصمة الدنيا في ذلك الزمان فعليه ماذا حدث هؤلاء هم الذين ماذا وجدوا لم يجدوا شيئا المفكرون البيزنطين لم يجدوا شيئا في روما يستحق النظر لديهم طراث عظيم وفلسفة وفكر وعقل وايضا هم انتماءهم انتماءهم الديني الخاص بهم يعني المعارضة الكاثوليكية فلم يجدوا مجانا لهم سواء ان يتخصصوا في الفلسفة والعلم كان الخيار الوحيد امامهم هو ان لا ينابزون الكاثوليك في دينهم انما ان يشتغلون في الحقول الاخرى الفلسفية هذا الوافق هو الحكام او البابا في روما في ذلك الزمان لانهم كانوا يريدون منابزة الحركات الرشدية وهذا ساعد على النشر اللغة اليونانية وقراءة ارستو من جديد على عكس قراءة ابن الرشد بطريقة وانت افرزت بعد ذلك توما الاكويني ومحاولاته لرد ودحض كل التيار الرشدي الذي كان قويا جدا خاصة في فرنسا هذا هذا الفعل هو الذي انشأه ما يسمى بالنهضة الاوروبية الحديثة هذه النهضة بالقرن الخامس عشر واستمرت القرن السلس عشر هذه اللي برزت بوضوح يعني كان لها يعني مقدمات اولية يعني شفرة اوكام وغيرها كان لها دورة خاصة نصل اوكام كان لها دور كبير يعني الفكرة مالتة انه نحن لا نذهب الى الحلول او الاجوبة الصعبة المعقدة انما نذهب الى الحل الاسهل والاسلم الذي يعطينا نتائج صحيحة معنى من هذا المعاني فبدأوا يضعون النص الاوكام على كل شيء وهذا ادى الى ان يشذبون كل الاكاذيب والحكايات والاساطير فبدأ هذا النص يعني كان هو كلاهوتي وكهنوتي يعني على عكس هذا التعليق من الشخص يقول انه هؤلاء اللاهوتين هم الذين حفروا قبرهم بايديهم يعني هذا صح التعبير لا يرى هذه القضية ولا يرى بان هؤلاء اتبعوا مناهجه وادوات لا الاخلها بالدين فبدأ بالتالي هم كانوا يقصدون صالح الدين لكن ما حدثه هو عكس ما كانوا يحاولون وهذه المفارقة انه الدين عندما يذهب بعيدا ويحاول ان يفتح الابواب قليلا قليلا سيقتل نفسه بنفسه والتاريخ يثبت هذا كثيرا هذه النهضة عندما بدأت ووصلت ذروتها بما اقالي له وايضا وصلت ذروتها مع اليوناردا فنشبه حركة النهضة الفنية الرائعة جدا وهذه كلها النهضة كلها كان هي اثر من اثار ترجمة الفلسفة اليونانية يعني لي من يقول لك انه الاوروبيين الغرب رجع الى الفلسفة اليونانية لا هي اتتهم من القسطنطينية ومن اسباب وكان لها عوامل اخرى مثلا فتح ليس فتح امريكا اكتشاف امريكا وغزوها اكتشاف الرئيس الرجاء الصالح واسباب اخرى كثيرة هجرت اليهود ايضا من اسبانيا وبرتغال خاصة عندما تم قرار ترحيلهم تقريبا 400 الف يهودي وذكرتها بحلقة خمسة اسباب يعني انتجت الصور الحديثة ما اذكر نشرتها قبل سنة ونص حلقة يعني لاقت صدع كبير في وقتها هذه الحلقة ممكن اشير يعني اخليها بالضمن يعني الموجود هنا فوق هالمكان هؤلاء بعد ذلك عندما فطنت روما احرقوا احرقوا برونو الذي قال بان هناك اكوان عديدة غير هذا الكون وايضا وايضا عاقب غاليليو وبسبب صداقته من البابا تم فرض الاقامة جبرية عليه وانتهى الموضوع اغلقوا باب النهضة كما من المفارقة الشيء المهم جدا الفرق يعني بعد ذلك ما الفرق الذي حدث في بغداد ماذا حدث في بغداد في بغداد اتوا ات المفكرون لانه لم يكن هناك مكان اخر كما كانت روما بالنسبة الفلاسفة المفكرين في بيزنطة ات المفكرين واجتمعوا في بغداد لان الخليفة الخلفاء كانوا يحرضون على يعني كانوا يبحثون عن مبرر عاديولوجي لخلافتهم او لحكمهم وربما حتى كلمة الخلافة بعد ذلك ظهرت يعني اشك بانها ظهرت قبل هذا المؤد بشكل ثقيقي لان الخلافة فكرة يعني حتى عندما نراجع المعاوية كان يصف نفسه بانه حاكم بامر الله يعني ما معناه لم يذكر النبي ولم يقول انا امثل النبي وانا خليفة النبي هناك احد خاص بباتريشيا كرون اه تؤكد هذا الشيء خاص بي اه ما اذكر رحم بالي اسمه لا يحضرني الان الكتاب مهم جدا على كل حال هؤلاء ادعوا ماذا فعلوا وجدوا اه كانوا كلهم ينتمون للدين دين معارض للدين الكاثوليكي والقسط معارض للقسطنطينيين يعاقبة ونساطرة اغلبهم هؤلاء كانوا من ليسوا من دعاة العقيدة التثليث وقريبة الى عقيدة المسلمين ان صح ما وصل هنا من تراث المسلمين او التراث الاسلامي هؤلاء صنعوا الاسلام الذي نعرفه الان لبالتالي انا عندما عندي حلقة اقول الاسلام اختراع اباسياء الهصله بالموضوع الان اقدم دليل اخر اضافي على هذه الحلقة ولم اشير له سابقا والان حضر في دينه بالمناسبة لم اكن مستعدا لهذه الفكرة على الاطلال هؤلاء اتوا وصنعوا ما يسمى الحضارة الاسلامية العربية الاسلامية فهؤلاء هم صنعوا وصنعوا بل ليسوا لم يصنعوا الاسلام فقط صنعوا اللغة العربية باكمله وعندي حلقة القرآن لم ينزل عربيا وممكن يشوفوها خاصة بمتابعة لجهد المستشرق او الباحث الكبير ليكسنبول وهو الباحث سوري متخصص في التراث السرياني وقراءة القرآن بالاستعانة باللغات الموجودة قبل القرآن او في زمن القرآن هؤلاء الذين صنعوا ما نسمى بالحضارة العربية الاسلامية هؤلاء هم الذين صنعوا الاسلام انه لم يصنعوا ما يسمى عرب واسلام انما هم خلقوا هذه المسألة ما نسميه الآن بالعرب والاسلام والمسلمين هم وصف او مفهوم كان لابد منه ليك يصف هذا العدد الهائل من العراق والشعوب التي اجتمعت في بغداد وكونت ما يسمى سمعت رموزها يعني في بغداد وكونت ما يسمى بالحضارة العربية الاسلامية التي يمتد تمتد يمتد حكمها من الهند حدود الهند الى حدود فرنسا شمال اسبانيا وحدود المغرب والمحيط الاطلنطي بالتالي هذا هو رح يقدم لنا ملاخص فهذا الكمل هذا المشروع ماذا تسميه لم يكن امامهم سوى تسمية العرب ولماذا العرب لانه ليسوا من اتباع الامبراطوريات الرومانية والبيزنطية ولا من اتباع الامبراطورية الساسانية التي سقطت ولم يبقى لها اي اثر فبالتالي لم يكن هناك هوية جامعة الا هذه الهوية التي ابتكرها هؤلاء ابتكروا هاي الهوية اسمها العرب وهذا الاسم كان موجود سابقا قبل ظهور الاسلام كان يطلق على كل الناس الذين لا ينتمون الى الممالك السابقة على الاسلام والامبراطورية السابقة على الاسلام والتي بقي بعضا منها مع بقاء الاسلام مثل الامبراطورية البيزنطية والرومان وبالتالي وبالتالي هذا شخص كتلة بشرية ضخمة متنوعة العراق متنوعة الشعوب متنوعة اللغات هؤلاء جميعا هم ليسوا من الرومان وليسوا من المسيحيين وحتى إذا وجد مسيحيين فعليهم أن يقدموا مبلغ خراج للخلافة واستمر الوجود المسيحيين بشكل طبيعي لكن الوجود المسيحي الذي لا ينسجم مع الامبراطورية البيزنطية ولا الامبراطورية الرومانية هذا ظاهرة يجب أن ننتفت لها جيدا فهؤلاء بقوا في هذه المنطقة لماذا؟ لأن هم الذين ساهموا في هذه الحضارة هم الذين اعتمدت عليهم السلطة وهم الذين كانوا مصدر تمويل السلطة يعني هؤلاء مولوا السلطة ماليا وأيضا مولوا السلطة فكريا بل صنعوا عقيدة هذه السلطة والسلطة كانت يعني فلا كان ما عندي مشكلة اصنع لي ما تشاء اصنع لي فكر اصنع لي دير اصنع لي ما تشاء هذه عقيدة ممتازة أنا شخصر عني يعني أنا أخذ منك فلوسك وأنا عايش براسك وأنا يعني أخذ عقلك أو أنت تصلع لي عقل وأنا ما أعرف ولحد الآن تجد الحكام لا يفهمون شيئا لا يعرفون ما هي الحقيقة الأمور يعتمدون على هذه صبقة علماء الدين وخلاص تهل الموضوع لا يجدون حتى لقاء كلمة بلغة عربية سليمة لحد الآن 99% من أتهم فبالتالي هؤلاء لا شأن لهم حتى الرجال الدين الكبار والموجودين هؤلاء لديهم علومهم وخاصة بهم عالمهم وخاص وهناك عالم العام والدهمة وانتهى الموضوع فبالتالي ما يسمى حضارة عربية إسلامية ممكن أن تقول هذا الشيء لكن هذا هو ليس إلا استمرار للحضارة السابقة على الإسلام والإسلام نفسه هو الخلاصة أو الأصارة التي أنتجت ما نسميه إسلام حاليا من خلال المادة الأولية التي بثها وغذاها هؤلاء الذين من جذور غير إسلامية وبالتالي كان ليس أمامهم سواء أن يقترعون إسلاما جدا لأنه لا يستطيع أن يقول أنه أنا سأقدم للحاكم أو للخليفة العباسية الذي يجب أن يكون من تمين لدولة قريش أو قبيلة القريش هذا الخليفة يقول لك أنت تأتيني بـ أنا قضيت على الإمبراطورية الرومانية والويزنطية المسيحية والتثليثية فأنت تأتيني بعقيدة التثليث فماذا فعلوا؟ استعانوا بعقيدتهم التي ترفض التثليث وفيها شيء من الإيروسية يعني الرحم بالي آريوس أقصد فهذا استمروا وظهر الإسلام وتنوعاته اختلطت وانطلق التجرى اشتعلت الصراعات والتيارات وولدت صار مجتمع حيوي حقيقي فيه انفتاح فيه تنوع الخلفاء مرتاحين قلت أوكي موجود الشغل هنا صارت حضارة حقيقية ونشاط وتنوع لكن هذا متى فشل فشل عندما ظهر السلفيون أو الحنابلة وظهر علماء الحديث والدين وقالوا أن هذا شيء انحراف عن الدين الحقيقي الحقيقي ما هو هذا النصوص التي أتت من التي جاء بها الفاتحون الجدد وهو حكام دولة قريف فقالوا لدينا نصوص لم نأتي لدينا ثقافتنا الخاصة ولدينا دين الخاص ولدينا صحفنا الخاصة فقالوا حسنا أأتونا بما لديكم دول المفكرين لدينا اجتمع من أقطاب الدنيا أقطار الدنيا والممالك التي سقطت فقالوا أرونا ما لديكم وقالوا أن هذه بضاعتنا ردت إلينا يعني ليست أن هذا التراث اليهودي التراث الأبريد التراث المسيحي هو كل موجود ضمن هذا إذن لا بس فهنا لن نقول شيئا إنما سنبحث في هذا الموضوع وسنقدم لكم دينا جديدا مطبوخا طبخة بشكل ممتاز وطبخوها ولكن المشكلة هناك بعض الذين قالوا لا هذه طبخة جديدة مختلفة تماما عن الأصل وقالوا أن الطبختنا الأصلية يجب أن لا تمس وهذه الطبخة يجب أن توقع كما هي السلفيون وهم الآن الذين يقولون أن هذه الطبخات غريبة عجيبة لا طعم لها وفاسدة وسامة ويجب أن لا نتناولها على الإطلاق الطبخة الحقيقية هي التي العودة للأصول الطبخة الأصلية الطبخة التي كانت موجودة في هذه الصحائف وأيضا ما قاله الرسول وما قاله الصحابة وهم كلهم عدول وكل شيء أتى بعد ذلك أن نحن لا شأننا به وهناك لدينا علماء ظهروا بالقرن الثالث بالقرن الرابع الهجري والخامس والسادس هؤلاء نقوا كل هذا الشيء من كل شيء جديد أتى به هؤلاء الذين اجتمعوا من أقطار الدنيا ومن بينهم من قال لا تحالف مع هذه الفئة لأنها كانت صاحبة السطو والثروة وقالوا منهم الطبري منهم الغزالي ومن كبار وقال حسنا يعني نرجع مع لنا مشكلة يعني تردونا نرجع لوارا نرجع مع لنا مشكلة فضر وكان هذا الرجل يعني يعني نصف بأمور بهذه البساطة في التالي تم تجمير بالنهاية المشروع الحضاري الذي صنعه أسماء صنعته أسماء كبيرة مثل فرابي ابن سينة الكندي المسيحي أيضا صنعته صنعه الخليل الفراهيدي صنعه أبو نوعاس المتنبي صنعه أبو حيان التوحيدي أجاحل المعتزلة أسماء كبيرة المتصوفة من السهر وردي آخرهم والرومي من آخرهم أيضا مبكرين الجنيد البغدادي أيضا الشبلي مثلا وأيضا سرقسطي وهذه المتصوفة الكبيرة المعروفة الكرخي أسماء كثيرة هؤلاء كلهم كانوا يساهموا في هذه الحضارة التي ظهرت في بغداد الحضارة البغدادية أو الحضارة العباسية سموها ما شاهتم لكن الحضارة العربية الإسلامية هي تم القضاء عليها في القرن الخامس أو السادس كما تم القضاء على النهضة العلمية التي ظهرت في روما بسبب الكنيسة الكاثوليكية أو الفاتحة عموما ختاما لهذه الفقرة أقول بأنه يجب أن موضوع المقارنة بين السقوط الحضارة الإسلامية العربية المسمات عربية إسلامية أو نسميها الحضارة العباسية والسقوط النهضة العلمية في روما هي عملية متوازية وحدثتها بطريقة تقريبا متشابهة وأعتقد أن هذا مجال بحثي كبير جدا يستحق الكثير من الدراسات والبحوث ويعني أنا أتوقع أنه كثير من من سيتعمق في هذه القضية سيجد اكتشافات حائلة وكبيرة تكسر كل ما رسقها في الأذهان مما كنا نعرفه وأعتقد هذه الفكرة تستحق البحث أنا لا أدعي بأنني أتمكن منها لأن هذه الفكرة خطرت في ذهني ممكن أن يتبع خيوطها وربما أنا بالغت في هذه الزاوية ولكن عموما أنا أجد بأن الصورة العامة التي كونتها لهذه الفكرة هي صورة ممتازة يعني مقبولة بشكل عام الآن أعود إلى حديث الصديق أو الأخ إبراهيم علي يقول بأن هذا التقدم مبالغ به ويقول بأنه رجل الدين هو اللي اكتشف هذه المبتكرات وأن هذه القضية هي اللي يعود الفضل فيها بمتالي إلى الدين يعني هو هذا الهدف ما الأساسي الهدف أنه أنا أقول لك أن هذا الدين هو الذي أدى إلى أن نكتشف هذه الحقائق العظيمة وهذه العلوم الكبيرة هو بالبداية أو المرة يقول هذا التقدم مبالغ به بعد ذلك بالنهاية بالنهاية تحجته كما تطلعون عليها يقول لا هذا لا أدى إلى كل ما هو في هذا البشر وآذا البيئة ودمر كثير من الكائنات وأدى إلى فقر الشعوب وما إلى ذلك كأنما كان الناس كلما غنياء يعني ويعني كانت الدنيا في آخر حلاوة بزمن سيطرة رجال الدين والحكومات والامبراطوريات الدينية بالتالي هو يقول بأن الرجل الدين هذا هو آآ كلهم وذكر أمثلة قال غاليليو غاليليو اللي تحدثني كثيرا أنه هو الذي تم القامة الجبرية عليه دافنشي طلع متدين يعني آخر أنا أول مرة أعرف بها آآ أيضا آآ يقول من بعد آآ نيوتن لايبينتز 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 بالإنجليزية والفوض لايبينتز بالألماني آآ في الفيزياء أيضا لدينا بنز آآ مهندس السيارة آآ مرسيدس بنز الاخورايت آآ سايكورس سيكس ما أعرف بهذا أول مرة صعبة صانع الكمبيوتر آآ أيضا صانع التليفون اكبر مخترع تسلا صانع المحركة هو آآ صناع الكمبيوتر مكتشفون نظريات الكيم ومأظم ألماء الفيزياء هو يعني 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 يضيف رصيدة رصيدة الديني هو أهم شيء عند الدين أهم شيء يضيف الرصيدة الديني انه ينتصر للدين هو لأنه لابد أن ينتصر للجماعة وأنه كل شيء هو آآ آخر عند الدين هو سيء بالتالي هؤلاء الذين الملاحدة شوفوا عبارة الملاحدة وهو لأنه لماذا ما أي شيء ليس ليس من قطيعه ضمن جماعاته هو ملاحدة آآ أو أي شيء آخر ما هو كافر هذا النظرة السطفية للعالم تكشف طبيعة النظرة الدينية آآ آآ المحدودة والضيقة لكل شيء لماذا هي ضيقة هي هي الدين هو يريدك أن تضيق النظر هو هو الدين في جوهرة يجعل التابع له صاحب نظرة ضيقة لأنه لا يريد أن يشتت الجماعة هو يريد أن يكون جماعة الجماعة عندما يتسأ الأفق النظري والعقلي لها آآ آآ ستتفتت وتتشتت فبالتالي هو هذا الرجل عندما يتحدث يتحدث ضمن هذه العقلية الضيقة فهو لا يسعب الناس من أمثالي ما هذا هذا شخص ملاحدة هذا أكيد ملاحدة طبعا أنا القناعة كلها بأكمل لا أتحدث عن الملاحد ولا 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 علاقة باللحاد بالأكس أنا عندي حلقات ضد الإحاد وضد العلمانية يعني فتتتهم تفتيت لكن هو لا ما يلا ويريد أن أن يبقى في عرينه آآ ويريد أن يقول بأن من يتحدث عن هذا العرين أو أي شيء اللي آآ تحت سلطتي وتحت سيطرتي وسيطر جماعتي هذا اعتبر عدل فهيئ له أي تهمة مثلا ملحد آآ اللي لم يكن من هذا كافر اللي يمكن كافر زندير إن لم يكن صاحب شبهات يعني يجد له أي شيء فمهم سفينتي سالمة مسلمة وأنه أنا في حصن حصين وهؤلاء خطر وعلينا أن ننابزهم يعني ليس علينا أن نعيد النظر في أنفسنا وفي واقعنا وآآ نجد محدودية نكتشف محدوديتنا وآآ قصورنا العقلي يعني المصنوع وليس قصورنا العقلي الفطري آآ لا هو بدلا من هذا يستمر في الهجوم يستمر في آآ خلق الصراعات يستمر في إثارة الشحنة والبغلاء بين الناس ويعتبر أن هذا هو صحيح بفكرة صحية فكرة أسطورية أصلا لكنه صدق بها لأنه الجماعة تريد أن تؤسس هذا القطيع فلابد أن تكون مؤمنا بهذه الوهم لكي تنجح في الاستمرار وإلا ستتشتت كما قلت مرارا فبالتالي رجل دين اكتشف مثلا النظرية أو مندل مثلا هو كاهن كوبر نيكوس مثلا اكتشف قال بأن الأرض تدور حول الشمس وليس العكس هذا رجل دين طبعا في المشكلة لكن ما علاقة رجل الدين بالمنهج العلم الذي يبتكره هنا الموضوع هو لا يسأل هذا الشيء ما لا علاقة هو المهم أنه رجل دين كأنما القضية السحرية فقط رجل الدين هو الذي يكتشف البقية لا يستطيعون ليس لديهم قدرات وأنا بالتالي أنا مرتاح يعني أنا اليوم أروح أنا مرتاح لأنه هناك اعتداء على جماعتي وعلى ديني وعلى معتقدي واليوم أروح مرتاحاني قدمت لكم الإجابة أنه هاي المكتشفات كلها ما هذه كيف هاي المكتشفات؟ الرجال دين كلهم اللي يكتشفوها وهؤلاء الملاحدة أصحاب الشبهات بعضهم أيضا متدينون أصحاب شبهات هؤلاء يعني الشيطان يلعب في رأسهم لا لا يعني مهم أنا مرتاح أنا مطمئن كل اللي صار هو رجال دين وهذا التقدم أصلا كله مبالغ به هذا المنطق يعني المنطق مضحك بصراحة لكنه يفسر يعني هو مضحك يعني يعني يعبر عن مأساة الإنسان مأساة الإنسان في هذا العالم وهشاشة ما هو عليه يعني عندما إنسان يتحدث بهذه الطريقة هذا يتحدث عن شيء حقيقي في داخله يعني اللي يجب أن نتعاطف مع هذا التفكير لأنه أنت تشعر بأنك في مكان خطر لأنه أنت تعيد النظر بالعالم بأكمل هذه عملية جبارة جدا ليست بالسهولة التي نتصورها وبهذا السبب يجب أن نعذر الناس نعذرهم وأيضا نعذر أنهما يريدون أن يبقون متوحدين لا يريد أيضا أن يشعر بالانفصال بينه وبين الجماعة التي نشعر فيها وتربى وتعلم وتثقف وكون كل مؤتقداته وطريقته في منهجه الفكري ومنهجه حتى الاقتصادي في العمل وفي الحياة وفي الألاقات الاجتماعية فبالتالي هذه ليست بالسهولة الكبيرة بالسهولة بل بعقدة جدا فهو يحاول أن يحافظ على عرينه أو على فكره وعلى الزاوية التي تمكن من امتلاكها داخل الجماعة التي يولد فيها فهو بالتالي عندما يشنهجهم لا يشنهجهم فقط على الآخر المختلف لأنه مختلف بس لأنه يريد أن يثبت لنفسه ولجماعته بأنه على الولاء والبراء أنه لن يتخلى عنه أنه على العهد وأنه ينابز الآخرين فهو عندما يكتب تعليق بهذا الطول هو ماذا يريد؟ يريد أن يصد الآخر ويعتبر أنه هذا الآخر اعتدى على أشياء الخاصة وأيضا يريد الآخر أن يقرأه ويؤكد له أنني على الأهد وأنني ما زلت ملتزما بقيم ودين وأعراف وإيمان الجماعة ولن أتخلى عنها مهما كان الثمن هذا الإعلان عن البراءة وعن الولاء هو ضروري جدا لهؤلاء لا ذلك سبب شوف عندما ترون الأشخاص مثل القنيبي القنيبي يحرض الآخر على دائما على أن يبقى ضمن القطيع يعني تلقى هو يتحدث عشر دقائق هو تقريبا سبع دقائق نصوص حافظها ولين أوتوماتيكين طلح نصوص قال الآية وقال الحديث قال الآية ويركبها لك بالطريقة أدى مهارة في هذه المسألة فقط لكن شوفوا التعليقات ألف تعليق رأسا أتمنى أن تترجم هذه لكل لغات العالم وتلقي الكلام بعد ذلك آيات وحاديث لا توجد تعليقات بالحقيقة كلهم إذا تجمع حلما يطلع عن تعليقين تعليقين يتكرر آيات نفسها تكرر وفقك الله أرشدك الله الآن بدأت أشعر بالأطمئنان كلام كلام احتفائي اطنابي تطنيبي مدائحي لا قيمة له فتجمع حينما كل تعليقات سلتالاف اربعة تلاف تعليق ما رأي حينما تجد لكنها كلها تجمعها ميطر عن أربعة وإذا تجد شخص يريد أن يناقش يتم إلغاءه وبترة من الجماعة لأنه هذا مصدر فتنة وخروج على الإجماع عليه فأنت ما تقول أنه رجل دين اكتشف مبدأ علمي فهذا لا تسأل هذا الشيء هناك عشرات ليسوا متدينين أيضا اكتشفوا ملايين أشياء يعني ماركس هل هو متدين مثلا أو إيمانويل هل هو متدين أو لفوازيه مثلا أو أينشتاين هل هو متدين وهل هو استعمل مثلا جاءت بالآيات واكتشف النسبية مثلا أو معادلة تساوي أم سي سكوير ما علاقة يعني الناس اشتغلوا بمنهج آخر مختلف الدين له منهجه القطيعي هو يشكل قطيع لا علاقة له بالعلم فعندما تأتي وتقول يعني مثلا واحد طباق مثلا يقول هل لا بسبب أنه هذا اكتشف أكلة جديدة تماما وهذه الأكلة هذه الأكلة يعني لأنه رجل دين بينما فقط لنهرجل ما علاقة هذه بالتلك هو أكل موجود وطبخة سوى طبخة جديدة ابتكار ابتكار جديد لا أغلك لأنه الله ألهمه هذه الأكلة الجديدة المبتكرة فهذا أيضا شخص اشتغل على مثلا كان يشتغل على أسلاك وقال ما هي هذه الكهرباء فأمبير مثلا أمبير وفورت وذول الأسماء الكبيرة اللي اكتشفوا الفاردايك اللي وضعوا قوانين الكهرباء ووضعوا يعني وضعوا قوانين الضوء وقوانين الكهرومناطسية هؤلاء ليسوا رجال دين يعني هو قال ما هذه بدأ يبحث واستعمل المنهج الألمي التجريبي تجريبي الصرفة الدين ما بي تجريبي يعني وأصلا ما يترب بالأرض ولا بالزمان فهذا الكلام لا علاقة له بالموضوع أخلص لهذا النتيجة بأنه هو هذا رجل يريد أن يقول أن العلم لم يتقدم وأن تقدم الغرب مبالغ فيه وهذا كل الذي حدثه الطريقة التي أتحدث بها لكم الآن والتي ترون فيها مباشرة هذه ليست تقدما بالنسبة له يعني تقدم أن تسعد جمل وتذهب إلى بغداد أو تجيب من بغداد وتذهب إلى الحج تستغرق شهرين مثلا بالمسيرة أو عشرين يوم مثلا هذا لا هذا وعندما تأتي تفتر في بغداد وتتغدى في مكة هذا بالنسبة ليست تطورا وعندما تتصل بأحد يقول لك هذا الهاتف ليست ذكي يعني ماذا تريد أنا لا أفهم أي منطق هذا أو بالمناسبة هذا المنطق الذي يقول للشخص يقول هذا الهاتف يقول أنه ذكي وليس ذكي لم يصل إلى ذكاء الإنسان ويقول أن هذا يسمى هاتف يسمى كذبا بالهاتف الذكي فيقول أبسط مخلوق أثكى منه كيف أثكى منه فيضرب لي مثلا 780 في 1520 دوصدق ما يطلع لك النتيجة مباشرة أي جهاز تليفون أي رقم يطلع لك لوغارتم 10 أو 25 أو جذر التربيعي 477 مثلا فأنت هذا يطلع لكها بثواني فمن الأثكى في هذا يعني كلام عام سطحي بالعكس ذاكرة الكمبيوتر أو ضغط من ذاكرة البشر كثير من مواصفات الأجهزة الحديثة أثكى السيارة هي أسرع يعني السيارة ما هي الذكاء الذي حصلها لأنه لا يفقه ما حصله بالضبط ولا يدرك ملد تغييرات الذي حدث لا يدرك أنه مثلا الآن هو بحاجة للأكسجين مثلا الدين لا علاقة بها ما هو الأكسجين ما هو الأكسجين أكسجين الآن نعرف ما هو الأكسجين نعرف أنه مكان مغلق للأكسجين فيه نسبة قليلة نعرف عشرات الأشياء نعرف ما هي الجراثيم من التي نعرف الآن عندما ظهر الكورونا عندما ظهر اللقاحات لم يظهر لقاح الطباء تروح للتذهب أو وجود مستشفيات أصلا وجود مدارس أصلا هذه كلها علاقة بالفكر والثقافة والوعي والتحديث الذي يجب أن ننتبه له فكرة التحديث هي ما موجودة عندنا هذا التحديث المستمر يعني هاجس التحديث المستمر هاجس التطوير هاجس التقدم ليس متوفر لدينا توفر أين في الغرب عندما تم قتل أو غلق أبواب النهضة العلمية التي ظهرت في روما بسبب التحريم الكنسي وغلق أبواب عندما وضعوا غاليريا بالقامة الجبرية ونفس الوقت وضعوا كل نهضة علمية بالإقامة الجبرية في إيطاليا على واستمرت هذه العملية إلى 200-300 عام ولحد الآن إيطاليا تعاني من هذا القرار لاحظوا المسألة لحد هذه اللحظة الإيطاليا الآن هي في ركب الأمم الأوروبية المتطورة وأيضا العالم اللاتيني أيضا معهم بسبب هيمنة الكنيسة عليهم لحد هذه اللحظة ولحد هذه اللحظة عندما سيطرت التيار السلفي والتيار الأشعري بسبب أبعد العلم من ساحة الفكر والواقع والواقع والمفكرين معه الآن نعيش التخلف نفس التخلف الذي حدث في الغرب من الغرب اللاتيني هو حدث في مجتمعاتنا لكن هناك شوية أفضل لأنه قريبين على البعض يعني إيطاليا بقت قريبة على يعني روحا وفكرا مع العالم الغربي في شمال إيطاليا الشمال الإيطالي هنا أذكر هذه الفقرة الشمال الإيطالية للدول الألمانية وإنقلترا وفرنسا هؤلاء لم يجدوا فرصة لديهم للتعبير عن عن اختلافهم ولم يجدوا أيضا لهم فرصة يعني كثافة سكانية لا يستطيعون الدخول في روما الذي دخل إلى روما ووجد له مكان فيها انضم للسلك الكهانوتية للسلك المفكرين الحاشية لكن عدد هائل من الناس في شمال أوروبا ماذا فعلوا ظهرت البروتستانيين بينهم استجابة لهذه الحاجة الحاجة للتمييز حاجة لأن يجد لهم مكان وبالتالي قال لك هذا المنطقة هنا لا نستطيع اختراق روما والوصول إلى الشرق فبالتالي اخترعوا لهم أو وجدوا لهم فرصة في البحار إلى العالم اكتشفوا العالم الجديد اكتشفوا رأس الرجاء الصالح ذهبوا إلى الهند وتجاوزوا روما وتجاوزوا العرب تجاوزوا الكاثوليك والسلف تجاوزوا السلفية والكاثوليكية تجاوزوها وافتروا حول العالم وخلقوا لهم مذهبهم الخاص البروتستانتي وبعد ذلك الكالفينيو والبيوريتان ذهبوا إلى أمريكا في القرن السابع عشر هذا كله صار خلق لنا شيء اسمه التحديث هذا ألغى صورة العالم القديم الصورة الدينية الصورة الدينية لم تعد نافعة ليس لأنها كانت قدمت مساعدة للعلم بل لأن العلم ظهر رغما عنها ولهذا السبب النهضة الأوروبية قتلت في روما لكنها وجدت لها منفذا في أوروبا الغربية الشمال يعني الشمال وهؤلاء كانوا ليس لهم فرصة إلا أن يختلفوا ويتميزوا بسبب أنهم يريدون أن يجدوا لهم مكانا ضمن هذا العالم وبالتالي اضطروا إلى الاكتشاف وأيضا الرجال الدين متواجدين بينهم كان وقسات من أكثر الناس قسوة لكن الاكتشافات الحديثة خلقت صنعت ما يسمى برجوازية صنعت المدن والبرقر دولة البورقر دولة دائما موجودين في الحواضر المدن وتشكلت الصناعات والمصان أو رجال الأعمال هؤلاء والتجار الكبار وطلعت تشكل الطبقة البرجوازية وهذه الطبقة كانت من القوة والمكان بحيث تفرض شروطها لم يكن هناك أنهار في أوروبا ممكن السيطرة عليها كما يحدث في النيل والفرات والدزلة والسند والهند شيحون وشيحون يعني فكان هناك مطر موجود حضارة مطرية فأنا قاعد يقول كان محتاج سيطرة على الأنهار أنا ما عندي مشكلة تمطر أزرع أكل وانتهى الموضوع وعندي أمارتي وعندي الأسوار مالتي أنا هذه مدينتي هنا يعني قرية صغيرة لكن سور ضخم وحول نهر اللي يجي أقطع يدو ما عندي مشكلة وحاصرني ألف سنة يعني عندي أغنامي وعندي زرعي وعندي مطار موجود ما منع منع السيطرة الرجال الكنيسة وظهر الطبقة من العمال وطبقة من الصناع الذين لا يفكرون بطريقة دينية بالضرورة لأنه لا يحتاج الدين ماذا يفعل له الدين ماذا يقدم له وممكن يبقى متدين لكنه بالنتيجة يعمل وينتج ويجد الآخرين يصنعون أفضل منه وبالتالي هو مضطر إلى التحديد التحديد ضروري لكي يتطور ويجد له ظهرة ظهرة المجتمعات المتنافسة أو الجماعات أو المصانع المتنافسة أو التجار المتنافسين هؤلاء هم الذين صنعوا العلم الحديث وكانوا يدعمون العلماء لتطوير منتجات منجزاتهم واختراع أوضل طريقة عندما نشاهد الاختراعات عبر 500 عام الماضية ستذهل من حجمها هذا كله تم قضاء عليه في العالم العربي الإسلامي والعالم اللاتيني أيضا لكن اللاتيني بقى نوعا ما متصل عن طريق فرنسا وبقى التأثير موجود لأنه تقارب الجغرافي وتقارب الثقافي أيضا والعرقي أيضا كان موجودا متواصلا لم يعني بقي تأثير أو شيء آخر مهم أنه الغرب ماذا فعل ماذا أخذ من هؤلاء الذين أتوا من القسطنطية وذهبوا إلى روما أخذوا جانب الفني الإنساني وليس الألمي الفلسفي فقط على عكس الحضارة الإسلعباسية أخذوا فقط الجانب المنطقي الفلسفي المجرد العقلاني ولم يأخذوا أجانب الأدبي الشئري والفني والمسرحي والسخيريوس ويوربيديس وغيرهم ولا هوميروس وهيزيود ويوسافو يعني كل الأدب والأساطير بهذا السبب نهضة الفن النهضة الأوروبية العلمية لم تكن علمية نهضة فنية بالدرجة الأولى هذا الشيء الذي يغيب عن ذهن كثيرين النهضة في الحضارة العباسية في بغداد كانت نهضة لها علاقة بالمنطق ومن أن تأسس علم النحو واللغة واللغة العربية قائمة على المنطق الأرسطي هذا معروف وأيضا الفلسفة الإسلامية كما يقال والفقه الإسلامي أصلا بأكمله وقام على المنطق الأرسطي هما ينكرون لكن هي هكذا يعني يعني هو القياس ما هو القياس فحنا رفضنا الجانب الفني الثقافي الإنساني الروحاني الجميل الجمالي وأخذنا المنطق المجرد ولحد الآن نعيش في هذا المنطق المجرد التافئ الذي دمر حياتنا وجعلنا نتبع القياس في كل شيء ونقيس قائب على الشائر يعني أكاذيب في أكاذيب جعلنا الحياة بأكمله نقيس كل شيء على كل شيء وكأن العالم والواقع والحياة لا تأثير لها على أفكارنا وعلى كينونتنا كأناس نعيش الواقع والزمن والحاضر ليس لا نعيش في النص والقياس الغائب على الحاضر أو الشاهد على أم أيضا هناك من ساعد على نشر يقول وهذه الاختراعات دمرت الشعوب صحيح يعني شو يعني يعني موجودة لكل أثر إلى السلبية هو بالعكس الاستعمار دمر مجتمعاتنا بالعكس هو تحالف مع رجال الدين ما الذي جعل عبدالوهاب محمد عبدالوهاب الحركة الوهابية موجودة تحالف بريطانيا القادية من الذي حرض عليها هو التحالف بريطاني دعمهم من الذي دعم الأخوان من الذي دعم السلفية من الذي دعم طالبان والذي تسبب في ظهور طالبان من الذي دعم أبل لادن حتى أودوغان سابق بالخمسينات من الذي دعم ظهور الحركة الإسلامية البريطانية والأمريكا معروفة عندما ترجعون أودوغان البعض يعتقل لا هذا عادل لا اقروا افتحوا ايونكم وشوفوا التاريخ كيف يتحرك من الخمسينات كان هناك دعم محمد حسين يحكي لأدى التعريب الراحل الصحفي الكبير الراحل قال أنه الأمريكان سألت الوزير الخارجي الأمريكي بالخمسينات دالاس أعتقد أو واحد منهم قال لأنه تتعامون الحركات السلامية قال لأنه هذا ثقافت ندعم القوى المهيمن على واقعكم ما ندعم الأفكار الجديدة وخروج مجتمعاتكم من أتون التخلف وجحيم التخلف وبالتالي خليكم شبعوا شبعوا دين شبعوا إلى أن تغصونا دينا سنغص قريبا أطمئنه سنغص قريبا ستنفجر مأدتنا وتقيحاتنا وأورامنا على الجميع أكثر من مماسبة أكثر من داعش عشرات الأضعاف وسترون أختم بقول بأنه هذا يساعد على نشر الرذيلة أن هؤلاء هم الذين ساعدوا على نشر الرذيلة هل هناك الرذيلة في أكثر من مجتمعاتنا من الرذيلة والانحلال السياسي انحلال العلمي انحلال التربوي انحلال الأخلاقي جميع أنواع الانحلالات موجودة لدينا جميع أنواع التماسك والنهوض والتقدم والتطور موجودة في مجتمعات الغربية لا توجد مشكلة لم يبحثوها يعني وإلا شنو واحد يمارس الجيس يشوف له وحده يتزوجها مثلا أو صادقة ويذهب معها للبيت وينام معها شنو المشكلة يعني وبالعالم الإسلامي التحجط موجودة الفرق يروح على الشيخ يروح يسوي إلى ورقة يكتب لورقة يقول لا أتزوج السكة نفسي هي على هاي الورقة بس يعني صار إنحلال ليش لأنه خرجت عن سيطرة الرجل الدين وهكذا يفكر يعتقد إذنها صارت رذيلة لأنه لم تمر عبر النص هناك نص يجيز علاقة الإنسان بالإنسان الآخر سواء علاقة عمل أو علاقة قرابة أو علاقة جنسية مع جنس آخر لا هو لابد أن تمر عبر وجد هذا الناس ولا وجد هذا الشخص رجل الدين الذي يقف بين شخصين يريدان أن يرتبط معا في علاقة خاصة بينهما لا هو يحشر نفسه بينهما ويكتب برقة يوقع أنا وافقت ويقولهم زوجتكما أنا زوجتكما أنتم لا تتزوجان بمفردكما وإلا أنتم في قمة الإنحلال والرذيلة و ويذهب يشنأ بهذا على الآخرين لأنه لأن الآخرين يتزوجون دون موافقته هذه النظرة السطحية البدائية القطعية يجب أن نتوقف عنها أعسف على إطالة وشكرا جزيلا وأتمنى أسمع راكم مع السلامة